اشتركوا في القناة وفي بداية اللقاء قام سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بنقل تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي سلمان بن حمد آل خليفة وليل عهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر وترحي بهم بزيارة السيد كاميرون ومشاركته بالمؤتمر ونقش سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وسيد كاميرون علاقات الصداقة التاريخية القائمة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة ومجالات التعاون بينهما في مختلف المجالات لما فيه خير البلدين والشعبين الصديقين كما تم استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى المواضيع التي يناقشها المؤتمر حول الخدمات المالية المتداولة في ظل بيئة استثمارية واقتصادية مستقرة من جانبه عبر السيد كاميرون عن تحياته وتمنياته لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر معربا عن سعادته بزيارة مملكة البحرين ومشاركته في المؤتمر حضر الاجتماع معالي الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة رئيس ديوان صاحب السمو ولي العهد